موسيقى موسيقى نتيجة نهائية لعرضها على أنظر المجلس في الجلسة التدولية المقبلة إن شاء الله القاعة المغطاة بمدينة محمدية فين وصل ملف ديالا؟ أنا تنتمنى أن نبدأ بالميزانية اللي أسمحت أولا لأن الميزانية الآن كما هي معروضة على أنظر المجلس وكما جاء على لسان سيدنا إبرايس هي ميزانية إيرادية تهيئت فاحت السياق وفاحت طرف معينة كينا إكرهت ولكن تتحمل واحد طموح كبير ديال المجلس البلدي بالارتقاء بالموارد ديالو والمالية من أجل مواجهات واحدة المتطلبات كثيرة اللي ذكرتو دابع بالمثال المشاريع شنه المنتظرة وليغير المنتظرة إذن الآن تم العرض ديال الميزانية منطرف رئيسة القسم بمساعدات ومساعدات الإخوان ونشرنا للسادة أعضاء شنه هي التطورات المرتقبة بالنسبة للميزانية 2013 وشنه هي الإكرهات اللي تتحكم وربما راكم تبعتوا معنا الشيء وراشرنا له بخصوص الإصلاح الضريبي بخصوص عملية السيخلاص لتطلب نجهوداتي لآخرة فيما يخص القاعة المغطة القاعة المغطة المغطة اللي هي واحد واحد المعلامة ريادية اللي كنا تنتمنى أنه توصل واحد لنهاية ديالها الآن كما أشار السيد رئيس القسم تخني على أنه الميلف ديالها راه انتهى تم تصفية دياله تم الأداء ديال لزنوغيغ ديال واجبات ديال مكتب الدراسة الاخيرة وكان رسالة لأنه المبلغ لشهر السيد رئيس تمنياد الميلف ديال درام رأى كان طلاب باش أنه يرجع لميزة الجامعة لانطلاق صفقة المتعلقة بانتهاء الأشغال ديالها وتفاصيل تقنية رأى ربما السيد رئيس قسم تقنية غيرتها لكم أخر سؤال المشاريع اللي نجسها المجلس البلدي واش كانت في الطلعات سكينة وأولا بعد لابد من الإشارة على أن نبلغ مشاريع الاستثمارية اللي تنزت تقريبا ما يقارب عشر المليار ديال سنتيم الآن وأعتقد أنا رأيي وأنا جزء من السكينة ما لا يمكن اللي أن يكون الإنسان يعني يعني قابل ومقتنع بمثل ما إنجزوه على مستوى البنية الترقية المدارات ونتمنى المزيد إن شاء الله مدمنى الإرادة حسنة ومطوفرة مزيد من التقلق للمجلس البلدي بمدينة المحمدية شكرا على الكلمة وكذلك شكرا لكم محمدية بريس وشكرا لإخوانا على الاستضافة وتنتمنى لكم مسيرة إن شاء الله موفقة ومسترسلة لمتابعة ومكعبات لإنجازات جميع المرافق الإدارية دولة وشكرا شكرا فراغ خديجة رئيسة قسم التعمير في إطار يعطاء بعض توضيحات حول تصميم تهيئة لسنة 2012 والاقتراحات المطروحة وبعد الملاحظات اللي هي يمكن اقترح المجلس في إطار دراسات هذا المشروع إذن ما هي أوجه الملاحظات والاعتراضات على تصميم تهيئة 2012 بالمحمدية تقريبا مع الملاحظات كما معروف على المدينة المحمدية أنها مدينة مغلقة كانت تحدها يعني كان محدودة بنهرين والبحر من جهة الشمالية وكان طريق السيار من الجهة الشرقية هنا ما بقاش بالنسبة للمحمدية ما بقاش عندها واحد لوعاء العقاري اللي يمكن يستجيب للساكينة دين مدينة بهذا كنت طلبه في هذه تصميم تهيئة الجديدة أنه مدينة المحمدية يتعطيها العلو بالنسبة لأنه ما بقاش عندها لوعاء العقاري ما بقاش عندها المساحة اللي هي المساحة اللي مسموح بها البناء الارتفاعات المحمدية باش نزيدو في الارتفاع ديال المحمدية